فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله لأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلفت اختلافا متباينا لا ضبط له ولكان لكل أهل عصر ومصر ولكان لكل أهل حي وسكة بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين وهذا مخالف لما أمر الله ورسوله به حيث قال صلوا كما رأيتمني أصلي ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه نعم لو وكلنا الله إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع وحصلت الفرقة بين الناس لأن الناس يختلفون في أعرافهم وفي عاداتهم فيحصل بذلك النزاع في الصلاة والصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع فيها والافتراق فيها فلذلك من رحمة الله أن أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا ما نحذر منه بعض الآئمة الذين قد يكونون على اجتهاد وعلى محبة في الخير لكن عندهم اجتهادات خاصة بهم ورغبات خاصة بهم يريدون أن يطبقوها على الناس ويلزموا الناس بها فيحصل بذلك التنافر فيحصل بذلك النزاع ولو أنهم رجعوا إلى السنة وإلى ما عليه عمل المسلمين لا انحسم الأمر في هذا وانغبطت الأمور قال وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنة إما بزيادة وإما بنقص يقول الشيخ لا أعلم أحدا من العلماء يقول إن العبادات التي لم يحدد الشارع فيها حد أنها يرجع فيها إلى العرف وإنما يرجع فيها إلى الكتاب والسنة هذا هو الذي يضبط العبادات وإنما العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى كان يصاب كحرز السرقة التي تقطع به اليد وإحياء الموات ومقدار النفقة نعم وقال وإحياء الموات وإحياء الموات هذا يرجع فيه إلى العرف وإلى غير ذلك من الأمور نعم قال وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة